قرر مجمع سونتراك الجزائري مراجعة أسحار الغاز المصدر مع فرنسا وفقاً للبند التحقدي المطبق على مدى ثلاث سنوات وفقاً لبيان صدر عن مجمع سونتراك اتفقت سونتراك والمجمع الفرنسي انجي على مراجعة أسحار الغاز بعد التطورات وارتفاع أسعار الغاز الجزائر ترفع تسعيلة الغاز المصدر نحو فرنسا عبر خط أنبوب نقل الغاز ميدكاز هو مضمون الاتفاق الذي وقع عليه المجمع الطاقوي سونتراك والشركة الفرنسية انجي من خلال عقد توريد الغاز الطبيعي يمتد إلى غاية 2024 سونتراك تطبق تسعيرة جديدة للغاز الجزائري المسوق بالخارج وتفعل أحد البنود التعاقدية الذي يتيح لها إعادة النظر في التسعير بما يتماشى ومتطلبات السوق الدولية ومتغيرات العرض والطلب هو القرار الذي سيمتد لأشمل كل الشركاء دون استثناءات أو إعفاءات في وقت تشهد فيه أسعار الوقود الأزرق ارتفاعا غير مسبوقا في الأسواق العالمية مراجعة الأسعار هي ما جميع متعاملين مع سونتراك بغض النظر على طبيعة الدولة والقر أوروبيين أسيويين كلهم معنيين بهذه المراجعة محطة جديدة في سلسلة المشاورات الواسعة التي أطلقها المجمع الطاقوي سونتراك لمراجعة تسعيرة الغاز مع شركائه ليكون التوقيع مع شركة إنجل فرنسية لرفع تسعيرة الغاز مكسب جديد للمفاوضات وتأكيد على قوة الجزائر كممون موثوق ومضمون للغاز في القارة العجوز القرار يستهدف تعزيز إرادات الجزائر من الوقود الأزرق ويكرس مبدأ لا تسويق للغاز إلا بما يتوافق والمصلحة العليا للبلاد